بحث السفير السوري في بيلاروس محمد العمراني مع رئيس اللجنة الحكومية البيلاروسية للعلوم والتقنيات سيرجي شليتسكوب علاقات التعاون في المجال العلمي والتكنولوجي والنقاط المدرجة على جدول أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجال العلمي والتكنولوجي وبحث تطوير علاقات التعاون المشترك وكما تم الاتفاق على خطة عمل خلال المرحلة المقبلة حتى حلول موعد انعقاد الاجتماع القادم للجنة قبل نهاية العام الحالي بحثت غرفة صناعة دمشق وريفها مع الملحق التجاري في السفارة العراقية بدمشق آلية التعاون الاقتصادي والتجاري وسبول أنسية بالبضائع السورية إلى الأسواق العراقية كذلك ناقشت الآليات التسويقية بين الجانبين وتنظيم المعارض العامة والتخصصية وأسواق البيع لمنتجات البلدين قرر بنك الأرجنتين المركزي رفع معدل الفائدة بواقع 950 نقطة أساس بهدف السيطرة على الارتفاع الكبير في معدل التضخم السنوي والذي بلغ 71% على أساس سنوي وهو المستوى الأعلى في 20 عام وأعلن المركزي أن معدل الفائدة الأساسي ارتفع إلى 69.5% من 60% قبل الزيادة وذلك بعد أن رفع المركزي معدلات الفائدة بواقع 800 نقطة أساس قبل نحو أسبوعين دع المستشار الألماني أولاد شولتس إلى إنشاء خط أنابب لنقل الغاز بين البرتغال وأوروبا الوسطى يمروا عبر فرنسا معتبراً أن القارة تحتاج إليه بقوة بسبب مشكلة الطاقة الناتجة عن أزمة أوكرانيا مقترحاً البدأ في إنشاء الخط خلال نقاشه مع نظرائه في إسبانيا والبرتغال اشتركوا في القناة